أهلا بحضراتكم من جديد الوضع العشوائي اللي قدرت به المسابقة واللي وصلت لغاية لحد النهاردة خلت الناس كلها تفكر طب احنا هنفضل في فكرة تلاحم المواسم بالشكل غير الأدامي ده كتير الاسبوع اللي فات كان معي على التليفون الدكتور حسن كمال وده رئيس اللجنة الطبية في اللجنة اللولمبية وحضر تحذير شديد جدا يا جماعة تلاحم المواسم بالفترة طويلة بهذا الشكل خطر جدا على اللعيبة على حياتهم حتى لان لما انتوا تبص على مشاركة المنتخب في مباراتي انجولا والجابون هيرجع منهم على طول تدخل في مسابقة كاس مصر ثم تلعب ماتش السوبر وتلعب الدور الجديد بالشكل ده بدون راحة تقريبا هيبق اسبوع هل ده هنستمر فيه طويلا اذكر كان لك فكرة نقاشها البعض بعد كده فكرة ان احنا عايزين موسم استثناء بجد فاصل استثناء في شكله بس يحل لنا المشكلة دي اللي خصالك اللي هو فوق وتحت مش كده تعمل دوري من دور واحد للاندية الحالية هيفرز لك تسعة وتسعة بعد الدور الاول اه بعد الدور الاول التسعة الاوائل تسعة وتسعة التسعة الاوائل بتاخدهم تعمل دوري من دورين اها على القمة يبقى خلينا نقول الجزء الاولاني هياخد سبعتاشر اسبوع التمنتاشر نادا هيلعبوا دور اول سبعتاشر اسبوع سبعتاشر اسبوع دول يعني بتتكلم فيه خمس شهور اه لو هتلعب في الاسبوع ماتش اه او اربع شهور اه طيب ثم تقصد بعد كده تسعة فوق يتنفسه مع بعض على الترتيب اه مش كده اه وتسعة تحت يتنفسه مع بعض على الترتيب والبقاء والبقاء يبقى اختصرت نص اه نص اه الوقت اللي انت كنت هتاخده اي انت مكمل بشكلك الطبيعي اه التسعة اللي فوق هيلعبوا مع بعض فهيبقى ثمن اسابيع والتسعة اللي تحت يلعبوا مع بعض هيبقى ثمن اسابيع في نفس الثمن اسابيع دول هيتلعبوا مع بعض اه اخي ده لك اه يبقى ثمانية وسبعتاشر بتتكلم فيه خمسة وعشرين اسبوع خمسة وعشرين اسبوع بدل اربعة وثلاثين اسبوع يعني في خمس شهور بالزبط خلص الدوري وفرتش اهري خلص الدوري وساعتها انت لو بدأت الدوري في شهر احداشر مش عشرة. ده بتقدر تعمل اللي انت عايزه بقى. في شهر الخمسة تكون خلص الدور. قبل اول السنة مسلا بدلا ما بتطلع تلاتة وتنزل تلاتة. فكر بقى بالطريقة انك تزاي. لا خلص انت خلي خلي الهبوط والصعود زي ما هو. بس هي هي فكرة رائعة جدا بجد. ليه? وفي الترتيب النهائي بتاع صعود الهبوط. انت بتلعب دوري من دورين طبيعي. اه. انت بس وصلت ان المجبوع الاولانية دي تلعب كده والمجموع التانية دي تلعب. كله هيكون لعب مع بعضه. في الغالب مطشين يعني. لعب في الدور الاول. السبعة. التمنتاشر نادي لعبه سبعتاشر اسبوع. كله قابل بعضه. لا سيامة ايه بقى? احنا دلوقتي لما بنتكلم بنقول لها يا جماعة. الدوري دوري. رايح جاي. لعبت عندي اجل عب عندك. بس الحقيقة لا بتلعب عندي ولا بلعب عندك. كلها ملاعب محايدة. في في الجزء التاني من الدوري تقدر تعمل كده. لا. كلها ملاعب حتى لو جزء التاني هتلعب مطش واحد برضو. عشان. اعملها يا سيدي بعد كده ملاعب محدد. هي دي مش المشكلة. احنا لما نقول موسم استثناء احنا بنرتب. وضع استثناء. وضع وضع. مختلف. خليك تعيش طبيعي بعد كده. بالزبط. تبدأ الدوري في شهر عشرة او في شهر احداشر. تبقى الناس ريحت شهر كامل شهر ونص. بدأت في شهر احداشر. اديت المنتخب فترة كافية جدا اللي لعبته. لانه اللي حيدفع التمن منتخب مصر. سواء في الكاميرون او في تصريفات كاس العالة. بالشكل القاسي اوي ده.